فتحت مراكز والاقتراه وعددها 8190 مركزاً موزعين على 2155 دائرة انتخابية أبوابها في الموعد وتحديداً على الساعة الثامنة سباحاً أمام الناخبين للتصويت واختيار ممثليهم في المجالس المحلية على أن يتم غلقها مع السادسة مساءً حيث لن يكون هناك استثناء في مواعيد فتح وغلق المراكز إن شاء الله نقولون دي ما عند في الموعد في قدرة ربي والله مش لنا احنا راه وليكم انتومة لخطر احنا سيئ أما للشباب والقدام إن شاء الله بلادنا ما أحسن وإن شاء الله ما خير وإن شاء الله يا ربي إن شاء الله كي العادة هذا كان ديما نقوم بالوجه بمتاعي وإن شاء الله نخلطوا معناها نشوفوا بعد هالانتخابات وكل نشوفوا حاجات ملموسة معناها التيران كيف الكيسات كيف التنوير العمومي وكل إن شاء الله نخلطوا معناها هاو نحن نقوم بواجبنا وإن شاء الله الدولة زادة تقوم بواجبها والله ماذا بينا احنا تول بلدينا متاعنا بصراحة نقصين نظافة نقصين نظام الكيسات منكتبش عليك حالة برشا حاجات معناها وإحنا بين دا المواطنين عنا واجب حتى إحنا زادة يلزمنا رانا نكونوا واعين وبنضافت معناها منطقتنا ونكون وديوه جبنا معناها في الحياة اليومية زادة متاعنا مش حتى معنا في الانتخابات كهو أنا جايين نتخبو إحنا لبلادنا لتونس الخضرة أنا وقمت الصباح بطبيعة الانتخابات وهذه الانتخابات لبلادنا ويجب أن بلدنا نخدمو بلادنا ما شو كومش يخدمه نخدمو إحنا ما نخدمه حد فهمتني ونتخبو كمنا وانتخابات 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 من أحسن إلى أحسن وكهو بقية اليوم كبقية زملائي للمدرسة ابتدائية بسكر البريد بش نلاحظوا عملية الانتخابات المحالية كما ترى الحضور محتشم حتى حد الآن المحال ما زلنا بكري صباح إن شاء الله منوني إلى نص النهار العشرية إن شاء نقولوا قبل يكون خير لكن الأجواء طيبة عموما نخرجوا لبرة ونسفروا ونشوفوا ونشوفوا البلدان نظيفة ومنظمة نقولوا عليش بلادنا ما هيش كيفهم فهمتني ماذا بينا نوليو كيفهم ما نقصنا حتى شيء خاطر في تونس ما نقصنا حتى شيء جوزة الوعي هي سيتون منطلية كي تترسخ فينا نوليو منظمين ونضعف والكل بقدرة اللي هي بتي تبتي معناها فيك لوتون ري تتبدل هذه الانتخابات التي هي الأولى منذ الخامس والعشرين من شهر جوليا ستفرز 279 مجلسا ستكون النواة الأساسية لتشكيل المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وصولا إلى المجلس الوطنية للجهات والأقاليم وفقا لما جاء في الفصل 56 من دستور 25 جوليا 2022 والذي نص على النظام التشريعي بغرفتين ضمن بابه الثالث الخاص بالوظيفة التشريعية اشتركوا في القناة